اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الافتراء والتقاول ومحاولة الإساءة العمدة وظننتوها من المنافس او من بعض ممن ينتمون إليه ولكن لاني رضاد ممن تصورتهم يعني على الأقل كلنا في ظهر بعض ويريتهم كانوا يعني بيتحدثوا من باب النصيحة لأن باب النصيحة لما كنا لو أنت أستاذ إبراهيم أروح رفع سمعة تليفون وكلمك أوما أوضح لك أنا أصدق إيه إذا لم تقتنع تقولي بس برضو أنا بقول لك واحد اثنين ثلاثة ولكن لما تبقى النصيحة في شكل التنظير وعلى الهواء وكده يبقى مقصود بها حاجات أخرى وتخليك تشعر بغصة ناحية ناس ظننتهم زي ما يقول لك مقربون دي حاجة الحاجة التانية كل الشواء واحد يتكلمني يقول لي يا أستاذ عدلي إيه الحق فلان قال فلان حال قالوا عليه كذا مش عارف في قناة إيه قالوا عليه كذا إنت حتسكت واحد من الناس النهاردة عرفني بنفسه طلب بكذا مرة رديت عليه قال لي أنا مهند زراعي والموضوع ما يخصكش لوحدك تقول له فيه بس قال لي ده حد يعني تهكم